هذا البرنامج يقدم لكم برعاية تيكنو السلام عليكم أعزائنا التلاميذ مرحبا بمشاهدين المقبلين على شهادة البكالوريا في حصة جديدة من برنامج مفاتيح النجاح مع المفتاح الثامن مادة العلوم الفيزيائية الذي يخص الوحدة الخامسة الوحدة الخامسة عنوانها تطور جملة ميكانيكية الآن أول خطوة يجب معرفتها في الوحدة الخامسة هي قوانين نيوتن قوانين نيوتن لدينا القانون الأول يجب التفرق ما بين نص القانون والقانون الآن القانون الأول أو ما يسمى بمبدأ العطالة إذن ينص مبدأ العطالة على أنه يبقى الجسم ساكنا أو يتحرك حركة مستقيمة منتظمة إذا لم تؤثر عليه أية قوة القانون الثاني هو يقول أن مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم تساوي كتلته في تسارعه أو نقول مجموع القوى المطبقة على جملة تساوي كتلتها في تسارعه والقانون الثالث يسمى مبدأ الأفعال المتبادلة مبدأ الأفعال المتبادلة الآن مبدأ الأفعال المتبادلة يقول أن لكل فعل رد فعل يساويه في الشدة يعاكسه في الاتجاه كل قانون من هذه القوانين نبدأه دائما بعبارة في مرجع عطالي الآن مبدأ العطالة يتحقق في مرجع عطالي والقانون الثاني يتحقق في مرجع عطالي ومبدأ الأفعال المتبادلة أيضا يتحقق في مرجع عطالي الآن نص القانون هو ما قلته أما القانون فيما يخص مبدأ العطالة مجموع القوى الخارجية يساوي الصف وفيما يخص مبدأ الأفعال المتبادلة إذن نقول FB-A يساوي F-A-B ولكن بالإشارة السالبة والإشارة السالبة تعني عكس الاتجاه فيما يخص القيمة هما متساويات الآن أول عناصر هذا الدرس هو حركة الأقمار الصناعية حركة الأقمار الصناعية أو الإصطناعية الآن قبل دراسة حركة الأقمار الصناعية يجب علينا فرض الفرضية الأولى هي أن المرجع هو الجيومركزي المرجع هو الجيومركزي الذي نعتبره عطاليا والفرضية الثانية أن حركة القمر دائرية حول الأرض منتظم الآن أود فقط أن ألح على كلمة منتظمة كلمة منتظمة تعني سرعة ثابتة وعندما أقول سرعة ثابتة إذن أقول أن A يساوي A وأقول أن A-T يساوي السفر أعيد A تفضلي أستاذ لماذا A-T يساوي السفر؟ نعم لماذا A-T يساوي السفر؟ لاحظوا شعاع التسارع هو مشتق شعاع السرعة في وحدة الزمن الآن شعاع السرعة هو مقدار السرعة في شعاع التوجه عندما نشتق هذا المقدار يجب علينا أن لا ننسى أن مقدار V بإمكانه التغير الآن بغض النظر على كونها منتظمة ومقدار U أيضا من حيث الشعاع بإمكانه التغير كيف؟ لاحظوا معي السرعة تكون مماسية إذن في هذا الموضع تكون بهذا الاتجاه في هذا الموضع بهذا الاتجاه في هذا الموضع بهذا الاتجاه إلى آخره إذن المقدار U أو شعاع U يتغير لاحظوا إذا كتبت DV على DT يعني التسارع يساوي لدينا دلة في دلة الرياضيات تقول في الاشتقاق إذا كان عندي دلة في دلة إذن نشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول الآن مشتق الأول هو DV على DT U هذا هو الثاني زائد مشتق الثاني هو DU على DT في V هذا المقدار لماذا يسمى A T لأن له اتجاه السرعة نفسه إذن السرعة موجهة بU وهذا المقدار موجه بU ولهذا نطلق عليه A T تسارع مماسي مثل السرعة تكون مماسية إذا كانت الحركة منتظمة فالسرعة ثابتة وما هو ثابت لما نشتقه ينعدم إذن هذا المقدار سوف ينعد هكذا نعدم إذن الآن نروح إلى قانون الجذب العام قانون الجذب العام كأنني عنده نعم FAB يساوي جيدا ثابت الجذب في كتلة الأرض في كتلة القمر الإصطناعي على المسافة بين الأرض والقمر الإصطناعي مربع مربع نعم القانون صحيح ولكن بيودي أني نأكد على حاجة الآن قانون الجذب العام سوف نديره ما بين الأرض والقمر الصناعي نحاول نرسم لكي نأكد فقط على حاجة هذا القمر الصناعي يدور حول الأرض وخلاص فرضنا أن الأرض المرجع الجيو مركزي الأرض كروية والشكل وحركة القمر دائرية منتظمة الآن T-S T-S ساتيليت حركة القمر الصناعي لحظوا معايا لما نكتب جذب الأرض للقمر الصناعي إذن F-T-S يكون بهذا الشكل هذا قانون الجذب العام يقول F-T-S يساوي ثابت الجذب العام وهذا حذاري مقدار القوة وليس شعاع القوة G في M-S كتلة القمر الصناعي M-T كتلة الأرض على ليس البعد بينهما إنما البعد بين مركزيهما إذن A-T زائد A-S أسنب وسوف أوضح إذا كان القمر الصناعي تحرك إلى هنا A-T هذا هو و-A-S هذا حيث هذه هي المسافة بين الأرض والقمر الصناعي الصناعي لاحظوا معي جي يسمى ثابت الجذب العام M-S كتلة القمر الصناعي M-T كتلة الأرض M-T نصف قطر الأرض A-S ارتفاع القمر الصناعي إذن يلزم علينا لاحظوا أن مقدار القوة التي تطبقها الأرض على القمر الصناعي لا تتغير إلا بتغير ارتفاعه عن سطح عن سطح الأرض بتغير ارتفاعه عن سطح الأرض إذن إذا حبينا أن الأرض تجبت أكثر القمر الصناعي معلنا غير نقص نقربه من سطح الأرض والعكس صاحح الآن راح نطبق قانون نيوتن الثاني على هذه الحركة نطبق قانون نيوتن الثاني على هذه الحركة تبقى الفرضية سائرة المفعول الآن تطبيق قانون نيوتن الثاني قانون نيوتن الثاني يقول إذن مجموعة القوى الخارجية المطبقة على القمر الصناعي هي كتلته في تسارعه الآن نحاول أن نختصر فقط الخطوات لكي نلحق لأمور مناسبة إذن M-A-N M-S-A-N تساوي M-S-M-T في J على R-T زائد H الكل أسنين الآن لاحظوا معي يمكن اختزال M-S و M-S إذن تسارع القمر الصناعي النظمي هو J في M-T على R-T زائد H الكل أسنين أيضا لاحظوا معي تسارع القمر الصناعي ليس له علاقة إلا ب ارتفاع القمر الصناعي على سطح الأرض واللاحظوا بلك التسارع رهو في البسط والارتفاع في المقام إذن التناسب عكسي إذا زاد الارتفاع التسارع رح ينقص إذا نقص الارتفاع التسارع رح يزيد الآن إحنا القاعدة أنه A-N هو V-O-Car على R لاحظوا معي إذن V-O-Car على R-T زائد H يساوي J M-T على R-T زائد H الكل أسنين هذه المساواة تعوضت هذا بما يساوي نختزل R-T زائد H مع R-T زائد H يعني نحيط الأسنين يبقى واحد إذن إذا حبيت نصيب مقدار V مع الياغير ندير الجد إذن J-M-T على R-T زائد H أيضاً سرعة القمر الصناعي لا تتعلق إلا بارتفاعه عن سطح الأرض على عكس ما يظن البعض أن السرعة القمر الصناعي أو سرعة جسم قد تتعلق بكتلته سرعة قمر صناعي لا تتعلق بكتلته إنما تتعلق بارتفاعه عن سطح الأرض ومثل المثال التسارع السرعة في البسط الارتفاع في المقام إذن تناسب عكسي إذن إذا حبينا أن نزيد من سرعة دوران هذا القمر نقص نعم نقربه من سطح الأرض والعكس صحيح إذا حبينا نبطئه نبعده عن سطح الأرض أو العكس إذا حبينا نبعده قمر صناعي عن سطح الأرض إذن نقص السرعة وإذا حبينا نقربه سنزيد السرعة انتهاء الآن جماعة عندنا الدور الدور T الدور T هو الزمن اللازم للقيام بدورة دورة واحدة والدقة مهمة الدورة لا نقول كاملة فدورة هي دور إذن نقول دورة واحدة الزمن لازم للقيام بدورة واحدة الآن هذا الدور هو زمن القيام بدورة واحدة لدينا السرعة هي المسافة على الزمن إذن الدور هو المسافة على السرعة المسافة اللازمة للقيام بدورة واحدة هي دو بي أر تعني محيط دائر دو بي أر هو محيط دائر ولما أكتب أر هكذا يعني أغتي زائد آش عبارة سرعة عندي عبارة أر عندي يمكن إذن تعويض هنا إذن تي يساوي تنين بي في أغتي زائد آش في مقلوب السرعة لاحظوا في مقلوب السرعة إذن مقلوب السرعة هو أغتي زائد آش على جي أمتي ممكن إدخال هذا المقدار على الجدر يصبح لدينا لما ندخل المقدار على الجدر يصبح أس تنين والمقدار اسم أس تلاتة إذن أغتي زائد آش الكل أس تلاتة على جي أمتي مرة أخرى لا يتعلق الزمن اللازم للقيام بدورة إلا بارتفاع القمر الصناعي عن سطح الأرض ولا يتعلق بكتلته ولا يتعلق بكتلته إذن هذه كل العناصر الخاصة بحركة قمر صناعي يبقى فقط لدينا عنصر مهم جدا الذي هو القمر الصناعي المستقر أرضيا أو الجيومستقر القمر الصناعي الجيومستقر عبد المجيد شرط من شروطي دوره يساوي دور الأرض يجب أن يكون دوره يساوي دور الأرض لماذا؟ كي في تعريف القمر الصناعي المستقر الأرضيا هو قمر ساكن بالنسبة لملاحظ أرضي وهما الأقمار الصناعية اللي نعرفهم عادة الآن عندنا شرط ثاني ومهم جدا يجب أن يكون سمعوني ملح مستوى دورانه يوازي مستوى خط الاستواء أو مستوي دورانه يساوي موازن لمستوي خط الاستواء معناه إذا كانت الأرض دور هكذا بطريقة أفقية والمحور تحاعمودي يجب أن لا يكون القمر يدور بهذه الطريقة والأرض دور بهذه الطريقة موجه يكون ثابت بالنسبة لملاحظ أرني هذا كل ما يخص حركة الأقمار الصناعية أرجو أن تكونوا قد استفدتم وقد استمتعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أعزائي التلاميذ وعليكم السلام السلام عليكم أعزائي التلاميذ من وراء الشاشة إذن نتجد لقاؤنا في حصتنا من مفاتيح النجاح لتحذيركم لشاهدة البكاروليا إن شاء الله إذن دائما نكمل حصتنا الدوال العددية والاشتقاقية والاشتقاقية إذن سنراجع سؤال مهم جدا في البكاروليا إذن السؤال يقول نعتبر الدالة أف إذن نعتبر الدالة أف المعرفة على أغة كما يلي إذن أفلي إكس تساوي ثلاثة إكسو ثنين زائد آي إكس زائد ب على إكسو ثنين زائد واحد حيث A B أعداد حقيقية إذن سي أف تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس إذن O E G إذن السؤال ما هو عين العددان الحقيقيان العددان الحقيقيان أو ب بحيث إذن ماذا يتحقق سي أف يمر من النقطة من النقطة A إحداثيتها سفر ثلاثة و يقبل في هذه النقطة في هذه النقطة مماسا معامل توجيهه أربعة إذن هذا هو السؤال تلاحظون أن هذه الأسئلة كلها تأتي دائما في بداية مسألة مسألة الدول ثم يعطي للأعداد الحقيقي A B لدراسة الدلة إذن كيف نحل هذا السؤال الآن إذن ماذا قال لنا إذن هذه دلة ناطقة طبعا المعارفة على إذن لا داعي أن تبحثوا على مجموعة تعريف كما قلنا في الحصص الماضية إذن كيف نعين الآن على هذا العددان الحقيقيين بحيث C F يمر من هذه النقطة ويقبل في هذه النقطة مماسا معامل تجيهه أربعة نعم تفضلي لدينا دلة F نعم C F يمر من النقطة A03 نعم هذا يعني أن F لصفر يسوي ثلاثة جيد إذن نكتب هذا إذن الحل الملحنة C F يمر من النقطة A إحداثيتها إذن ماذا قلنا هي 0 ما معنى هذا معنى أن F لصفر تسوي ثلاثة جيد أكملي ما العمل الآن لدينا النقطة نكمل هنا أول F لصفر تسوي ثلاثة نعود X بصفر في الدلة جيد إذن عندما نكتب F لصفر إذن ستعطينا ثلاثة في صفر أسطنين زائد A في صفر زائد B على صفر وستنين زائد واحد إذن أفل سفر ماذا يسوي إذن هنا يختزل 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 ماذا يبقى ثلاثة ماذا يبقى هنا بي على واحد إذن بي أفل سفر هو ثلاثة إذن من هو B يسوي ثلاثة هل تحصل على B نعم طبعا أذكر مهم جدا أنه عندما نجيب على سؤال أن ننظم أجوبتنا إذن هنا عرفنا السؤال المعطيات الأولى إذن أعطتنا قيمة B تساوي ثلاثة الآن نروح المعطيات الثانية إذن ماذا قال قال سئاف يقبل مماسا عند هذه النقطة عند هذه النقطة معنى النقطة التي احتثتها سفر ثلاثة مماسا المعامل توجيهي أربعة إذن كيف نجيب على هذا السؤال الآن تطفضلي ف بخيم لسفر يساوي أربعة لماذا لأن النقطة تقبل مماسا جيد لأن معامل توجيه المماسا عند هذه النقطة هو العدد المشتق عند فاصلة النقطة A التي هي سفر معنى ف لسفر يساوي أربعة جيد إذن هنا إذن الشرط التاني هو F فتحة لسفر يساوي أربعة إذن ما نعمل الآن F فتحة لسفر يساوي أربعة إذن يلزم أن نشتق هذه الدلاء لأنها دلاء نطيقة لأنها قابلة الاشتقاء لأنها قابلة الاشتقاء إذن نشتق هذه دلاء ونحسب العدد المشتق لدلاء F عند سفر سفر ويساوي أربعة ونحن نحل المعادلة بسيطة وسنرى ماذا يحدث إذن دلاء F قابلة الاشتقاء إذن دائما يجب أن نذكر بهذه العلاقات مهمة جدا في البكالوريا لأنها دلاء لأنها دلاء ناطقة شكرا إذن إذن إكس سنتميلا A إذن مشتق البست إذن ستة إكس زيد A في المقام ناقص مشتق البست المقام عفوا في البست زائد B على إكس وستنين زائد واحد وستنين إذن بعد الحساب والتبسيط إذن ينتج أنا من أجل إكس ينتمي لأ إذن نقف حال إكس إذن تساوي ناقص A إكس وستنين زائد ستة ناقص تنين B في إكس زائد A الكل على إكس وستنين زائد واحد وستنين تقمي العمل نعوض في هذا الدل المشتقة إكس بي سفر إذن بالتعويض إذن قفت حالي سفر تساوي أربعة ينتج ينتج أن إذن ناقص A في سفر أستنين زائد ستة ناقص تنين في ثلاثة في سفر زائد A الكل على سفر أستنين زائد واحد لكل أستنين إذن منه A يساوي أربعة لأن هذا سفر سفر هذا واحد إذن A على واحد يساوي أربعة إذن A يساوي أربعة وفي هذا القض إذن وجدنا العددين الحقيقيين A وB بحيث سي أف يقبل ممسا يمر من نقطة ويقبل ممسا معامل توجيه أربعة في هذه النقطة إذن بهذا القض انتهينا من حصتي اليوم أرجو أن المفهوم قد وصل لأعزائنا تلميذ وإلى الملتقى إن شاء الله من حصة مفاتيح النجاح هذا البرنامج قدم لكم برعاية تيكنو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر